تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عضوانها على انحاء قطاع غزة لليوم السابع عشر بعد المئة على التوالي وأصفر العضوان اليوم عن استشهاد وإصابة العشرات حيث كثفت قوات الاحتلال من استهداف المناطق السكنية ومدارس الأونوروى والأماكن التي يلقأ لها النزحون بالإضافة للاستمرار في الاعتداء على المستشفىات والمراكز الصحية وبالتزام استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى العضوى في حي تل الزعتر شمالي قطاع غزة ومحيط مسجد الدعوى شمان مخام النصيرات وسط القطاع ومناطق متفرقة من شمالي القطاع أكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة الماضية 13 مجزرة أصفرت عن استشهاد مئة وأربعة عشر فلسطيني وأصابة 249 آخرين وأعلنت ارتفاع عدد ضحايا القطاع إلى 26 ألف وتسعمائة شهيد هذا فضلا عن إصابة 65 ألف وتسعمائة وتسعمائة أربعين آخرين دور ومفت تحصير جزيبا تسعمائة ولكن هذا فضلا يلاكي你 على إصابة 4 ألف وتسعمائة شهيدة شكرا